اليوم طلاب الغالين عدنا درس بسيط وسهل حقيقة وهو موضوع المفروض كان يدرس في بداية الفصل الرابع وطبعا احنا اخرنا لانه الموضوع يحتوي على تكامل محدد واني كنت اريد افهمكم بالبداية شنو معنى التكامل الغير محدد وبعدين التكامل المحدد من ثم ارجع لكم لهذا الموضوع لكن هو واقعا المفروض يدرس في بداية التكامل وراح اوضح لكم الفكرة مالتيب طبعا بداية التكامل الاني وضحت لكم انه احنا قبل كانت عدنا دالة نحولها الى مشتقة هاي الحشي بالاشتقاء اما التكامل فراح ينطيني مشتقة راح ينطيني مشتقة احنا نرجعها الى دالة اصلية تمام اذا هذا عبارة عن اشتقاء لكن هذا عبارة عن تكامل يعني التكامل انت تتعامل ويا من تتعامل ويا المشتقة في هذا موضوعنا اليوم اللي نسميه طبعا النظرية الاساسية للتكامل او بعبارة اخرى نسميه الدالة المقابلة شي يسمونه الدالة المقابلة فبموضوعنا اليوم وبمحاضرتنا اليوم السهلة والقصيرة ايضا راح ينطيني المشتقة وينطيني الدالة اثنين هن ينطيني اياهن الدالة هذي يسميلي اياها هو هنا يسميلي اياها الدالة المقابلة تمام شي يسميلي اياها الدالة المقابلة فراح لما يسلمني ياهن اثنين هن يسلمني طبعا الدالة والمشتقة حقيقة هاي الدالة راح ينطيها رمز F capital ينطيها رمز شنو F capital اما المشتقة فراح ينطيها رمز F small يعني ينطيني ياهن اثنين هن فالF capital اتمثل الدالة الاصلية وF small اتمثل المشتقة مالتها فيسأني هو طبعا بعدها راح يسأني يقول لي هل F capital هذه هي الدالة المقابلة F small يعني هل هي F capital هاي هي الدالة الاصلية F small فطبعا انا لازم اجاوبة هل هي الدالة الاصلية الو ولا لان تعرف مو شرط هاي الدالة اللي ينطينيهاها اتمثل الدالة الاصلية الهاي المشتقة ماشي فاني لازم اتأكد هل هي الدالة الاصلية الو ولا طبعا شون نتأكد هسا راح اوضح لكم شنو راح نسوي في موضوعنا اليوم اللي هو الدالة المقابلة فراح نجي نكتبلكم هنا انه تكون F capital اللي راح يسلمني ياها طبعا هو دالة مقابلة راح نعتبرها دالة مقابلة المن للدالة F small يعني راح نعتبر F capital هي الدالة المقابلة F small يمتق قال اذا حققت اذا حققت الشروط الاتية او التالية اول شرط يجب ان تكون يجب ان تكون F capital high مستمرة على فترة مغلقة ايوبي لازم F capital high تكون دالة مستمرة هاي وحدة وانا لو بعد قال اثنين يجب ان تكون F capital high قابلة للاشتقاق قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة تمام مثل ما متفقين طبعا قبل ذن الشرطين مرات علينا مبرهنة رول ومبرهنة القيمة المتوسطة فيعتبرني اعادة وحقيقة اني هسا لما ابدأ احل ما راح اكتب اولا ثانيا مباشرة انا باوة على F capital اذا هي كثيرة حدود راح مباشرة اقول له يابا اعتبر الشرطين الاول والثاني متحققات لانه ذن الشرطين تقريبا مو مهمات بقدر الشرط الثالث اللي هو اللي احنا جايين على مودة زين الشرط الثالث قال تروحون تشتقول لي F capital هاي F capital لمن نشتقها المفروض تطلع F small المفروض تطلع F small اذا طلعت المشتقة مالة capital هي نفسها F small هاي معناتها شنو معناتها F capital تمثل دالة مقابلة المن للدالة F small للدالة F small اذا على مود نحكم انه F capital هي دالة مقابلة للدالة F small لازم F capital اتحقق لي ثلاث شروط لازم تكون مستمرة لازم تكون قابلة للاشتغال ولازم من اجي اشتقها الهاي F capital لازم تساوي لي F small نفسه اذا حققت الشروط التالية فاقدر اعتبر F capital هي الدالة المقابلة زين قال اذا مثلت دالة مقابلة وطلبت منعدكم التكامل ال F small اتخيلوا يطلب منعدكم التكامل ال F small ايه دقول لي F small هنا تمثل المشتقة زين شنو تكامل المشتقة اكيد الدالة الاصلية اللي هي من الدالة الاصلية اللي هي F capital فدير بالك هنا تنسالي هاي المعلومة مهمة جدا لانه هنا انا مني يقول لي كامل لF small مباشرة راح اقول لي التكامل هو F capital بدون ما اروح اشتغل اكامل حسب القواعد اللي ما اخذها لا ادير بالك بس تكامل حسب القواعد ينطيك صفر لاني يقول لك انا رايد حسب النظرية الاساسية للتكامل والنظرية الاساسية للتكامل شو تقول تقول دائما المشتقة ترجع دالة الاصلية تمام ترجع دالة الاصلية طيب المشتقة هنا هي F small F small هي تمثل المشتقة F small تمثل المشتقة صح لو لا فتخيل يقول لك كامل لF small تخيل كامل لF small كامل المشتقة اذا F small دائما تكاملها الدالة الاصلية الدالة الاصلية منه F capital تمام اذا حتى F capital تمثل دالة مقابلة يجب ان تحقق الشروط الاتلاثة ذولي اذا طلب من عندي التكامل لF small اذا طلب من عندي التكامل لF small فان تكامل F small هو F capital نفسه وهكذا ما تحتاج انتغير هاي المعلومات اللي موجودة هنا طيب عندنا السؤال الاول دي يقول اثبت لي انه F capital هذي F capital هذي هي الدالة مقابلة ال F small هذي ومنطيني فترة طبعا فاني بداية اباو على F capital F small ابد ما لي شغل بيها شغلي كله على F capital لان هو دي يسألني عليها يقول لي اريدك تبين لي انه هي دالة مقابلة فراح اقول لي عمي ترى F capital اللي انت منطيني اياها دالة مستمرة وقابلة للاشتقاق شون عرفتها لانها كثيرة حدود لانها كثيرة حدود طبعا مستمرة على هاي الفترة وقابلة للاشتقاق على هاي الفترة تمام وبالمناسبة بما انه هي كثيرة حدود فراح تكون مستمرة على اي فترة وقابلة للاشتقاق على اي فترة لان تعرفها كثيرة حدود ما عندهم مشكلويا فترة مستمرة دائما وقابلة للاشتقاق دائما نيجي على الشرط الثالث اللي هو لازم نروح نشتاقها الف كابيتال روحة الف كابيتال اشتاقيتها راح يصير ثلاثة اكس تربيع واو الثلاثة اكس تربيع هاي اللي طلعت هي نفسها منه هي نفسها الدالة الف سمول اكس تمام إذن حققت الشروط الثلاثة الأولى حققت إذن راح أقول ليابا ترى الف كابيتال اللي انت انطيتني ياها تعتبر دالة مقابلة الف سمول اللي انت انطيتني انتهى حل السؤال يعني هنا مطلب من عندي مطلب ثالث اللي هو التكامل مطلب من عندي نيجي على السؤال الثاني اللي هو يعتبر أيضا من الأسئلة الوزارية يقول اثبت لي ان الدالة هذه اللي هي ف كابيتال منطينيها واحد على ثنيا ساين ثنيا اكس ومنطيني المجال ما لها ار والمجال المقابل ما لها ار على كلا ما لك شغل بهاي قال هي دالة مقابلة للدالة هاي منطيني الدالة الثانية اللي هي ف سمول حلو طبعا هم قالي اللي ف سمول المجال ما لها ار يعني كثيرة حدود اعفوا نعفوا مون كثيرة حدود بس المجال ما لها ار هنا اظن هذا حاشينا قبل بالتفاضل اكيد تعرفون اش نقصد بكلمة المجال اه بكل الاحوال انت ملك داخل بيهم اه اه هنا طالب من عندي مطلب آخر قلت له اجللنا هذا المطلب الآخر هسه حاليا مهمتنا نثبت لك انه اف كابيتل هذه هي دالة مقابلة الاف سمول هذه فشلون اقدر اثبت انه اف كابيتل هذه هي دالة مقابلة الاف سمول هذه توجهت مباشرة الاف كابيتل المفروض بالبداية اتأكد انه هي دالة مستمرة ودالة قابلة للاشتقاق وانتو تعرفون حبايبي انه دالة الساين ودالة الكوساين ما اخذينها من الفصل الثالث انه هي دالة مستمرة دائما وقابلة للاشتقاق دائما فراح نقول له يا ابا مستمرة على الفترة فترة الصفور رباية على أربعة اللي هي هاي فترة السؤال وبشكل عام هي مستمرة مستمرة على أر مستمرة على أر كله صح لو لا فلما نقول لك مستمرة على أر أكيد مستمرة على هاي الفترة وقابلة للاشتقاق على أر إذن دالتنا خلصانين من الشرطين مالتها الأول والثاني دولي زين استعد هسه لازم نشتقها الاف كابيتل حتى نتأكد هل مشتقتها نفسها اف سمون لو لا رحنا على اف كابيتل حتى نشتقها النص هذي نزلتها ساين اثنين اكس راح اشتقها تصير كوساين اثنين اكس في مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية اثنين الاثنين مع الاثنين راح تروح يعني الناتج الراح يبقى لي هو بس كوساين اثنين اكس زين هل النتيجة اللي طلعت هي نفسها اف سمون والله استاد نفسها يعني ما بها اي تغيير ما بها اي تغيير يعني نقدر نعتبر اف كابيتل هذي هي دالة مقابل الاف سمون هذي بالتأكيد اثن راح نقول لها يا با معروف وين اكتب اف كابيتل هذي مقابل الاف سمون ماشي اثن حققت الشروط خلو نقول مستمرة وقابلة للاشتقاظ ومشتقة الكابيتل هي نفسها الاسمول زين حبايبي هنا طالب مني مطلب ثاني قايل لي اريدك تكامل يريدني اكامل من صفر الباي على اربعة اكامل منه اكامل منه كوساين اثنين اكس كوساين اثنين اكس دي اكس طبعا انتو تعرفون انه كوساين اثنين اكس هذي اللي طلب من عندي اكاملها هي نفسها اف سمول مو هي نفسها اف سمول طيب اف سمول اف سمول يعني المشتقة اف سمول يعني المشتقة زين المشتقة الدالة الاصلية لها منه اف كابيتل صح لولا لانه اف كابيتل هي اصل هاي المشتقة عسا قدامكم انتو احنا لما نشتقيناها الهاي مو مطتني هاي كوساين اثنين اكس زين انا لما اجي اطلب منك تكامل لي كوساين اثنين اكس غير تقول لي استاد الرجاح للدالة الاصلية اللي هي F capital بالضبط تماما إذن هنا إحنا راح نروح نجيب F capital ونعتبرها هي نتيجة التكامل لأنه أنت تعرفون أنا لحد هالسامة ما أخذ تكاملات دواء المثلثية بس أنا هنا كاملت حسب النظرية الأساسية للتكامل إذن هنا راح نخلي البيع على أربعة وهنا راح نخلي الصفر فيبدأ التعويض بعد النص هاي راح نزلها تمام مادام مضروبة بالساين فإحنا من حقنا نخليها بالأخير راح نعوض نقول ساين 2 في باي على أربعة ناقص ساين 2 في صفر عوضنا بدال كل X طيب هذه نص تنزل هنا عندي الاثنين ويا الأربعة بيها اثنين يعني راح يصير ساين التسعين ناقص ساين الصفر لأن اثنين في صفر صفر زيان كنا نعرف ساين التسعين واحد وساين الصفر صفر واحد ناقص صفر واحد في نص نص إذن إحنا هنا حسبنا التكامل اللي طلبه هو السؤال رقم ثلاثة يا غالين عندنا أيضا سؤال وجاي بالامتحان الوزاري شيء ثلاث مرات موجود يومكم بالملزمة بيا سنة وبيادور قال اثبت لي انه ف كابيتل هذي هي دالة مقابلة للدالة ف سمول هذي قلت له هي وين كابيتل وين سمول قال لي ف كابيتل هي ساين الاكس زائد اكس وف سمول هي واحد زائد كوساين الاكس قال ثم قلت له عوفني من سال في الثمه هسه خليني اثبت لك بالبداية انه هي دالة مقابلة بعدين نتفاهم على المطلب الثاني فاتجهت مباشرة الاف كابيتل حتى اشوفها هل هي دالة مستمرة هل هي قابلة للاشتقاق فباوعت عليها لقيتها ساين الاكس زائد اكس واحنا نعرف انه ساين الاكس هي دائما مستمرة ودائما قابلة للاشتقاق وانه الاكس ايضا دائما مستمرة ودائما قابلة للاشتقاق زيان مجموعة اثنين بالتأكيد راح يكون مستمر وقابل للاشتقاق اذا اف كابيتل دالة مستمرة على الفترة مالتنا طبعا الفترة هنا صفو رباي على ستة وقابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة صفو رباي على ستة هسا اروح اشتق F capital اشتق F capital فاتجهت الها حتى اشتقها سين ال اكس مشتقتها كوسين ال اكس ال اكس مشتقتها واحد اذا هنا انا من اشتقيت F capital طلعت لي نفسها F small بس F small هنا عندي واحد زائد كوسين ال اكس وهنا طلعت لي كوسين ال اكس زائد واحد عملية تجمع عملية بدالية اذا هنا طلعت نفسها اذا بالفعل F small تمثل المشتقة F small شه تمثل تمثل المشتقة مالة F capital تمام زين المطلب الثاني ها قبل لا اروح للمطلب الثاني راح اقول لي اذا F capital دالة مقابلة لدالة F small اكس تمام هالشكل البسيط هذا خلونا نجي على المطلب الثاني الي نشوف شنو اريد من عندنا بالمطلب الثاني واكيد راح يطلب من عندي التكامل وبالفعل قال لي اريد التكامل من صفر الواي على ستة قلت له المن قال للدالة F small قلت له اها قصدك للمشتقة قال شنو يعني قلت له مو انت تدري F small تمثل المشتقة هنا قال ها والله قلت له ايه نعم تمثل المشتقة شنو مسوي نفسك ما تدري اذا F small تمثل المشتقة فلما يطلب من عندي اكامل المشتقة راح اقول له ايه اكيد التكامل هو الرجعها للدالة الاصلية اللي هي F capital ها قلت له طابعا والبي على ستة والصفر هنا تمام ليش لانه تكامل المشتقة الرجعها للدالة الاصلية فجبت F capital باعتبارها هي تمثل النتيجة مالة التكامل ساين الاكس زائد اكس وراح ابدي اعوض بيها مباشرة فراح يصير عندي ساين باي على ستة زائد باي على ستة نفسها ناقص الساين الصفر ناقص او زائد الصفر تمام ساين الباي على ستة واحد على اثنين والباي على ستة هاي تنزل نفسه وساين الصفر صفر يعني راح تروح هاي الجهة كامل اذا هذه هي النتيجة مالتنا اذا موضوعنا كلش سهل اذا انت فهمت الفكرة وعرفت انه F small هنا تمثل المشتقة وF capital تمثل الدالة الاصلية فلما يقول لي كامل F small اقول لي ايه اكامل لك تمام بس بشغط يعني لازم تكون محقق الشروط الاتلافة يلا اقدر اسوي هذا الشي عيني طلاب وصلنا اياكم السؤال رقم 4 وهو سؤال وزاري جاي في احد السنين لخارج القطر يعني لجماعة المحافظات السليمانية واربيل ودهوك وعدنا خارج العراق ماشي فالسؤال يقول اذا كانت F capital مثل ما جاي يشوفونها الجذر التربيع 7 زاد X تربيع اثبت انها دالة مقابلة للدالة F small اللي هي عبارة عن X على الجذر التربيعي 7 زاد X تربيع ثم جد التكامل من 1 الى 3 لF small يعني يريدني اكامل الF small هنا تلاحقني هوش كاتب لي علما انهما مستمرتين على هاي الفترة يعني بين قوسيا خلصانين من اول شرطين قال لي عوفن عوفن ذنى ما المستمرتين وقابلات للاشتقاق لانهاني متأكد لك من عدهن قلت له حلو يعني هنا مباشرة اني اروح اشتق F capital لانه هذا اني ترى عندي اهم شرط بالمناسبة مباشرة اروح اشتق F capital فمن اشتق F capital هذا جذر تربيعي والجذر التربيعي شون اشتقه بحسب القاعدة السريعة اللي هي مشتقت داخل الجذر راح تكون 2x على 2 في نفس الجذر اللي هو 7 زائد X تربيع تمام هاي الاثنين مع هاي الاثنين راح تروح اذن يبقى عندي X على الجذر 7 زائد X تربيع اللي طلعت حاليا هي نفسها F small بالضبط هي نفسها منه F small اذن F capital اللي هو ناطيني اها تعتبر دالة مقابلة لF small يعني شنو استاذ دالة مقابلة يعني تعتبر الدالة الاصلية لهاي لانهاي المشتقة هاي F small هي المشتقة فالدالة الاصلية لها F capital تمام ليش لان قلت لك تأكدت تأكدت انه F small عفوا F capital منشتقيته طلعت نفسها F small معناته هاي F small هي مشتقة لF capital مو تمام يعني هسه مننا قل لك كامل لF small ديبلي ترجع F capital مثل ما كانت تمام طيب اهنا طلب من عندي اكامل من واحد الى ثلاثة F small راح اقول لها يابا التكامل لF small هو F capital نفسه حسب هذه القاعدة اذا كانت F capital دالة مقابلة فتكامل F small هو نفسه F capital تمام ثلاثة وواحد راح اجيب F capital حتى اعوض بيها جبتها طبعا سبعة زائد X تربيع وهنا ثلاثة بواحد يلا نعوض بالثلاثة راح يصير تسعة زائد سبعة ستعش ناقص نعوض بالواحد واحد تربيع واحد زائد سبعة ثمانية طيب ستعش تطلع اربعة الثمانية تطلع اثنين جذر اثنين تبقى النتيجة في الشكل لان ما اقدر اطرح لان تعرف هنا اكو جذر فانتهينا من حل هذا السؤال عندنا السؤال رقم خمسة ايضا سؤال وزاري وهو السؤال يعني مغير لك بشوية شوية تبوي السؤال يقول طبعا اذا كانت F small F small مستمرة على هاي الفترة حلو بحيث ان F capital هذي F capital اللي هي ثلاثة X تربية دالة مقابلة لها يعني هنا هو قاعد لك هو قاعد لك ترى F capital اللي انا منطقياها هي الدالة المقابلة ل F small قلت له حلو شنو المطلوب ما دام مقابلة بعدان ما اكو داعر حتى يكلك الشروط قال انا بس اريدك تكامل قلت له اكامل لك منو قال اريدك تكامل ل F small هذي طبعا اكو طالب هس يقعد شي يسوي يقعد يسوي وين هي F small حتى كاملها ويريد يكامل كل عقله وعباله هو هنا داي كامل لا في موضوع الدالة المقابلة انت راح تكامل بس بطريقة اخرى يعني مباشرة المشتقة ترجعها دالة مو تبعد تجيب الدالة وتقوم تكاملها ماشي طبعا هنا انت F small ما راح تلقاها اصلا لان هو ما منطيك بس منطيك الاسم ما لها داي يقول لك عدنا فالدالة اسمها F small وكانت F capital هذه المقابلة لها يعني منطيك المقابلة لها شنو المطلوب منك تكامل F small وتقول لها يابا بدون ما اعرف F small راح اعرف النتيجة مالة التكامل لان F capital المقابلة لها فاكيد هي تمثل ناتج التكامل ماشي يعني بدون ما نعرفها حتى 5 ب1 وانا بدنا نعوض خلاص اذا عوض 5 تربيع 25 في 3 75 ناقص 1 تربيع 1 في 3 3 اذا نتيجة 72 شوف كاملة F small رغم اني ما اعرفها منه بس شنو اعرف المقابلة الها منه فمن قال لي كامل F small انا عرفت انه F small هي تمثل المشتقة مالة F capital فاني مباشرة انا قلت لها المشتقة تكاملها هي الدالة الاصلية اللي هي F capital ماشي سؤال رغم 6 نفس هذا الفكرة بالضبط اذا كانت F small دالة مقابلة على هاي الفترة وان الدالة المقابلة لها هي F capital هياتها منطيك ياها زين شنو المطلوب مني المطلوب منك تكامل من صفر البي على 2 F small لذلك راح نيجو نقول لي ياابد من صفر البي على 2 F small شنو ناتج التكامل مال F small تقول لي اكيد اكيد 100% F capital خلاص جيبوها جيبوها وعوضوا بي على 2 0 عيوني اقرأ هنا باوع F small شنو تكاملها F capital بس بشرط يمته لما F capital اتمثل دالة مقابلة لها طيب هنا هو قايل لك انه F capital هي الدالة المقابلة فمباشرة جاي نكامل نعوض راح يصير ساينة 90 ناقص ساينة 0 ساينة 90 1 ناقص ساينة 0 0 اذا النتيجة 1 وانتهى عندنا حل هذا السؤال طلاب الغالين عندنا سؤال اعتبره مهم حقيقة رغم انه ما موجود بالكتاب ولا جاي ضمن الاسئلة الوزارية والسؤال هذا يعني فكرته حلوة على الدالة المقابلة وهو ربط وي موضوع الثوابت اللي موجود عندنا بالفصل الثالث فانتبهولي علي لانه ممكن جدا يجيكم هذا السؤال بالامتحان الوزاري فالسؤال ناشي يقول يقول اذا كانت F capital وقال لي انه هي تمثل دالة مقابلة F small يعني هنا انت خلصان من سالفة الشروط وروح شوف لياها مستمرة شوف لياها قابلة للاشتقاط اشتقها هاي كلها انت خلصان منعدة معناتها حلو يقول وكان وكان F فتح capital عند السال باثنيا يساو 12 وفتح تين capital عند الاثنيا يساو 12 المطلوب من عندك ايجاد قيمة A و B ينتم الى R طبعا انت مباشرة راح تكتشف فكرة السؤال فكرة السؤال انه هو منطيك دال اسمها F small نخلي لك بيها مجاهيل المجاهيل هما منه A و B وطالبهم من عندك طبعا بس المعلومات اللي منطيك اياها ما تخص الدال ل F small تخص الدال ل F capital اللي هي اصلا ما موجودة يعني الدال اللي بيها مجاهيل هي F small بينما المعلومات اللي منطين اياها هي F capital فاني ما اعرف شون اقدر انسق بين هاي المعلومات وهاي طبعا انت اذا قاري هاي المعلومات اي سؤال يجيك على الدال المقابلة لذلك انت من تقرأ الدال المقابلة ركز لي على ذلك خطوات وركز لي على هاي المعلومات وركز لي على هاي المعلومات ايضا ما تحتاج غير شي فاحنا شراها نقول بما ان F capital اللي انت ناطين اياها او قايل اللي عليها دال مقابلة ل F small هذا معناتها اذن راح نستنتج انه المشتقة مالة capital المشتقة مالة منه مالة capital اكيد هي نفسها F small 100% صح له لا تقول لي بالي والله حسب الشرط الثالث يتحقق هنا لان انت قايل لمقابلة معنات تتحقق الشروط تلافتهم متمم لذلك مشتقة capital هي نفسها F small اذن F small اللي منطين اياها اتمثل F فتح capital يعني A X ز B X هس انا صارت عندي F capital زين اقدر اكمل حال السؤال بعد بسيط الباقي ويعتبر ثوابت ونحن نعرف فنجي على اول معلومة منطين اياها تخص F capital اللي هي F عند السالب 2 يساوي 12 صارت عندك F capital فتروح شو تعوض بيها اذا A في سالب 2 تكعيب B في سالب 2 يساوي 12 تمام سالب 2 تكعيب سالب 8 في A سالب 8 A سالب 2 في B سالب 2 B يساوي 12 قسمها على 2 قسمها على 2 اذا سالب 4 A سالب B يساوي 6 هاي معادلة اولا افتها انتو تعرفون طبعا هذا الحج هي الفكرة كانت هنا يعني شون استفاد من F اللي هو من طين اها تعتبر F تمام اي هسا لازم اروح شاوي اجيب F فتح T capital اني عندي F فتح صارت هياته اشتقها النور 3 A X تربية زائد B نعوض ب F فتح T عند الاثنين يساوي 12 ايضا هاي المعلومة الثانية المنطين اذا 3 A في 2 تربيع زائد B يساوي 12 2 تربيع 4 في 3 A 12 A زائد B يساوي 12 هاي المعادلة رقم اثني هسا صار عندي معادلتين الاولى والثانية انحلهم سوية بطريقة الحدف اذا انحل واحد واثني بالحدف واحد اللي هي سالب اربعة اي سالب B يساوي 6 واثني اللي هي 12 A زائد ب يساوي 12 سالب ب ويوم جبي تروح منها عندي 8 A راح نطرح ومنها عندي 18 جمعنا اذا A يساوي 18 على 8 اذا A يساوي 9 على 4 هذه هي قيمة A نعوضها بالمعادلة الاولى والثانية بالثانية خلو نقول على مدمبها سوالب اذا 12 في A اللي هي 9 على 4 احنا عوضت ببدال هاي A زائد B يساوي 12 12 وهكذا انت ان شاء الله ضبطت فتشي اسم الدالة المقابلة كل اللي عليك تقرى هذا الفيديو حلينا لكل امثلة الكتاب وكل الوزاريات وسؤال افرائي امرتب حلو اشتركوا في القناة